وساء الخير من القناة الثانية دوزام هذه المرة على بركة الله حصة جديدة مع الرمضاني نشكون مع الرمضاني في هذه الأمسية دخول اجتماعي بنكهة الحواري الاجتماعي جولة جديدة ومطالب جديدة وقديمة أبرز ما على طاولة التفاوض رفع الأجور وخفض الضريبة الميلودي مخاريق الأمين العام لالتحاد المغربي للشغل مع الرمضاني ميلودي مخاريق مرحبا بك مع الرمضاني أهلا وسهلا وشكرا على استضافة الأمين العام لالتحاد المغربي للشغل وكنت لقاوش حالة دي لكن دي ما هربان مني ما كتابش و لكن اليوم جاب الله الوجبة غا نخرج منك القديمة جديدة على ميلودي مخارك واخن ما زا كنت job Let's go to a character مخاريق where everAPP is called the music الميلودي.. المخاريق 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 اسم جميل هو اسم لوحد صحابي اللي كان مع نبي صلى الله عليه وسلم أيضا المخاريق المخاريق واحد سيد رابغا يكلاشيك باسميتك وبالدل واحد الحرف سنوه لا تلك أمتين قد خيلت لها ما كسبت وعليها ما كتسبت والله يجعل لأخر ناحس من أول ناحس الحمد لله على كل شي الميدي مخارقة ما عندك شعلم يبدو بالزب مع الحوارات الصحفيق ولكن عندك مع الحوارات في إطار التفاوض الجماعي مع الأربع بديتوا جولة جديدة مع الحكومة ومع البلطرونة كنشي معقول كنشي جديد كنشي مفاجآت ولا كنفرقوا الغا والصلاة على النبي ويصورونا في التلفازة بسم الله الرحمن الرحيم بالطبع مواقف الاتحاد المغربي للشول هتابتة من الحوار الاجتماعي نحن مع حوار اجتماعي حقيقي يعود بالنفع على الطبقة العاملة المغربية بكل شرائحها وبالطبع نحن ضد الحوارات الصورية والحوارات للاستهلاك الإعلامي وعلى كل حال من أدبيات الاتحاد المغربي للشول بأن قيمة الحوار تكمن في مدى نتائجه فنحن بالطبع ننتظر النتائج العبرة بالخواتم كيف ما كيقوله ولكن وش بنت مؤشرات كيف قلتي مع الحوارات جدية ماشي حوارات في الجولة ديال فاتي حماي كانت حوارات جدية بحيث أول من ناحية ديال التحضير لم تأتي الحكومة بدعواتين لنا كما كانت في الحكومات السابقة دعوة جوفاء بل أتت بجدول أعمال اللي تمت توافق عليه وهذه واحدة السابقة لدارتها الحكومة جاءوا للمقر النقابي مقر الاتحاد المغربي للشول تلاتا ديال الوزراء عدة مرات الشهر ديال رمضان باش نجتمعوا عشية فاتي حماي القجاع بصفته وزير الميزانية وهو الكل في الكل والسيد وزير شغل والسيدة نزور غيتا اللي هي وزيرة الوظيفة العمومية فكانوا منفتحين على كل الاقتراحات وكل الملفات وأقول بأن هذه خطوة بعدها أولى باشي بينوا على حسن النية وعنصر الثقة طيب هاد النقطة ديال المقارنة ديال الحكومة الحالية مع سابقتيها خصوصا أن نرجع لها فيما بعد وكينا على حسب ما سمعت في التصريح ديالكم من بعد الجولة الأولى ديال الأربع تكلمتي كثير من العشرة ديال البتقيقة في التصريح ديالك وحسيت بك فرحان وعجبك الحال وتقريبا ناشط كينما يفيد كينما داعي لهذا الفرحان أو لغي زاد من عنده السيد المخارق أبعد أولا أنا ديما فرحان الله يخليك ديما فرحان آمين يا رب العالمين وتانيا كان واحد الجو صحيح اللي كيجعل النقابي يعني شوية متفائل فبدينا هذيك الجولة ديال فاتح ماء وكانت مفاوضة وأقولها عسيرة سواء مع الحكومة ولا ننسى الطرف الثاني أرباب العمل ممتلين بالاتحاد العام لمقاولات المغرب اللي أنا كعار في البطر هنا ما يعطيكش فرنك إلا بعدها مفاوضات اللي هي تقنعهم بها أنا أغنبتدل شوية في المحاور خرب قتلية الترتيب ما كينتشي مشكلة على كل حال سلمدو المخارقة نستغلوا الفرصة أنا ملي قلت أحسيت بك بأنه أعجبك الحال وتفكرت ما كنت تقوله على الحكومتين السابقتين خصوصا أش تبدل مش غي كنتي ديل العصافة الرويضة للحكومتين السابقتين أم لأنه كين علاقة خاصة مع الحكومة الحالية ومع رئيسها على وجه التحديد لا مع الحكومتين السابقتين كما قلتي وبالخصوص مع سيد بن كيران في البداية الولايات ديله يعني كانت علاقات مزيانة وفي أول لقاء من بعد تعيين ديله من طرح صاحب الجلالة كان استشارة وكانت لقا وقدرنا واحد خارطة طريق قلت له شوف إحنا ما بغينا وزارة ما بغينا مناصب المسؤولية إحنا بغينا غير المصلحة للطبقة العاملة وقدرنا وياك مدام أنت دو توجه إلى آخره غادي ندرنا وياك مسلماني تحبى في الله وقدرنا وإحنا الاتحاد مربيش والمنظمة نقابية مستقلة عن الأحزاب السياسية وغادي نبقى بحلوك بالعكس غادي نعاون وكون للك المساحبة وهكذا وهذا ما وقع إذا كنت سمن على عسل في البداية مش سمن على عسل هو رئيس حكومة هو يدبر العام وأنا نقابي أدافع على المقهورين وعن الأجراء وعن المحرومين كنا في تواصل ولم أريد أن أستخدم الاتحاد المغربي للشغل اللي فائدة أحزاب السياسية ونحن ندري أنا داكش كون اللي بغير يدخل الحكومة وحاولي وضفونا ولكن بقيت وفي العهد اللي أعطيته إلا أنه أخلق أخلق بتعهداته وبعهده وصلت إلى القطيعة إلى القطيعة مع الحكومة اللي نبعده كذلك وكذلك مع سعادة الدكتور العتماني وعلاش؟ إنهم أناس لا يؤمنون بالرأي الآخر إنهم أناس يحاربون العمل النقابي إنهم يعني لقنوا لطبق العاملة في هذه الفطرة يعني الأمور اللي هي عصيبة وبالخصوص من اللي كان واحد سيد اسمه أم كراز وهو وزير الشغل يعني أمور اللي سيئة وتشجال في تاريخ هذا الرجل كيلا غيسمعك كيلا تفق معك كيلا غيقول لك ودي ميلو دي مخارق يبالغ في موقفه من الحكومة السابقة خصوصا أنه الحكومة الحالية اللي يمكن عجبك كيلا غيقول في روايات أخرى رئيسها كان جزءا من الحكومة السابقة كان معهم أشتبت دلدابا ميلو دي مخارق شوف عزيزة خنوش كان معهم كوزير شغلوا هيدك إحنا اللي كان عرفوه هو رئيس الحكومة والوزراء دي الشغل اللي كانوا كيتفاوضوا معنا وكما قلت لك مرروا علينا أبشع القوانين الاجتماعية أو بالضبط حاولوا تمرير أبشع القوانين الاجتماعية ولم ينسطوا المقترحات دينا اللي كانت صائبة فأنا مع الحكومة القديمة الحكومتين السابقتين ما عندنا سعرفوا بأن إحنا أدبياتنا في الاتحاد المغربي للشغل منظمة نقابية مستقلة عن الأحزاب السياسية وعن الحكومة وعن أرباب العمل لكن نتعامل مع من يريد أن يبني معنا علاقات مهنية مبنية على الحوار والتفاوض والوصول إلى تعاقدات وإذا عادنا نعادي بشتل وتعالي هذا مستقلة سلأ من العام كالك يحطى بين مزدوجاتين وبين قوسين وبين معقوفاتين كالك يقول وعن أقول لك بصريح العبارة الملودي مخارق حول الاتحاد المغربي للشغل إلى جناح أو ذراع نقابي لتجمع الوطني للأحرار وإنك تدير المزيان مع عزيز أخ النوش والداليل أنه الاتفاق دي الفاتيح ماي مضامينه كانت أسوأ من العروض دي الحكومتين السابقاتين ومع ذلك درتي لعصاف الروايضة بين كيران والعثماني ودرتي المزيان مع عزيز أخ النوش سالتي أنا جتيني كنحرك في الدير باغي في قلبي ما نقول تفضل تفضل أبدا أولا الاتحاد المغربي للشغل من نهار تأسس في عشرين مارس عام الف وتسعمائة وخمسة وخمسين من المبادئ دياله الرئيسية وهي الاستقلالية النقابية عن الأحزاب السياسية وأرضام العبل والحكومة وهكذا كان وهكذا سيبقى وهكذا إن شاء الله بحول الله وقوتي سيبقى إذن هذا لا يعني أننا لا نمارس السياسة في الاتحاد المغربي للشغل للتذكير وفي القيادة دياله الوطنية قد تلقى واحد ألف سيفساء من التوجهات السياسية وهذا نشجعه ونحبيده قد تلقى الإخوان ديالنا ديالبابيس قد تلقى الإخوان ديالنا ديالبي جيدي في القيادة أو في الأجهيجة القطاعية قد تلقى الإخوان ديالنا ديال النهج الديمقراطي وبالطباك الإخوان ديال الاتحاد الدستوري وتجمع ولكن هنا واحد القادية هذه التوجهات السياسية ديالهم ولكن وصل الأمنة الوطنية المصلاحة ديالالتحاد مربيس وديالطباك العاملة ويحرم ويمنع تقويد الاتحاد لصالح أي توجه حزبه نهائي نهائي إلا إلى أقر أقروا الأجهزة دياله الشرعية اتخاذ قرار سياسي وغد نعطك الأجهزمبل بارلاسويت فإذا مع الحكومة اللي فاتت اللي كان فيها البي جي دي والبي بي بي هاس إلى آخر حاولنا إقامة علاقات مهنية طيبة ولكن كما قلت لك السيد الرئيس ديالحكومة أخلى الوعد وأخذ يأخذ قرارات تضرب الحركة النقابية تضرب الأجراء وغد نرجع لمشكل ديالتقاعد لدوزوه بطريقة بلطجية غد نرجع القانون القانون تنظيم للإضراب اللي كيهم بالدرجة الأولى الحركة النقابية وعد بطريقة سرية وحادية من طرف رئاسة الحكومة وبدون أدنى استشارة ودوه البرلمان بغد ندوزوه على زعم اللي البيت يا رب يحميه علىها بعد البلاد ما كينش اللي كيحميها وحنا كاتحاد مغربي للشول كنشوف قانون رجعي تراجعي غادي صنف البلد ديالنا إلى داز الصيغة اللي وجدوها في الخانة ديال الدول المتخلفة واللي كتضرب الحقوق ديال ثمانية شو تنبير قيل فيهم مقيل طيب التفاق ديال فاتيح ما إنه المفتاح واش ما غازلتوش الحكومة واخديتو شوية بالبزا في الاتفاق في حين اللي قبل منهم عطاوكم كثر ودرتو العسف الروايدة أولا اللي قبل منهم ما عطونا شي كتر كما يصوق وزير من حزب ما كان في الحكومة كيقول لك عطيناهم كتر ما يعطونا ولو بغاو يعطوهم بضعة دراهيمات ويدوزوا علينا مجموعة ديالقوانين اللي كما قلت لك غادي يعطيك بليمنا ويقول لا بليس را فإذا نحن في الاتحاد من اللي برمنا الاتفاق ديال فاتي حماي واللي انتزعنا فيه مجموعة ديال المكتسبات لم نصفق قلنا هادي مرحلة من المراحل في التفاوض والنضال مستمر أتظن سيارة رمضاني بأن خمساف المية ديال زيادة في السميق ولا بغيتي نعطيك من بعد الأرقام هي اللي غادي جعلنا نخرجو نقول ونصفقو لا 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 انتزعناها مرحلة مرحلة من المراحل في النضال انتزعناها بعد واحد الجود كما قلت لك اللي دام الليالي فرمدان والنضال مستمر من أجل انتزاع ما باقي ما ترقم المطالب ونصف المية المعليات الزيادة في معاشات متقعة القطاع الخاص وكي يقول قديمة في 2019 المجلس الإداري ديال السيني الساس أقرها إذن جبتوا لنا يومي لها ما خرجوها في 2019 باش تعرف القيمة اللي كي يعطيه السلوطات العمومية الهياكل للتدبير وخاصة الصندوق الوطني للضمع الاجتماعي والمجلس الإداري ديال قلت يعلهم دابا بانسور 2019 اتخذ قرار لزيادة المعاشات ديال تقعود بخمسة في المية واللي ما كناش راضين عليها والمتصرفين ديالنا بالطبع مع امرهم ما كانوا راضين عليها مشات الوزارات المالية وبقت حبيست المكاتب ديال الوزارات المالية ولم تحرك الحكومة ساكن من اجل اخراجها رغم رغم ان الظاهير اللي كينضم الصندوق الوطني الاجتماعي والمجلس الإداري دياله كيقول لك بان المجلس الإداري هو سيد القرار كياخد القرارات دياله وكينصفتها الوزارات المالية من بعد خمسة عشر يوم الى ما كانش تعرض وللتذكير الوزارات المالية كانت تحضر بعضوين في المجلس إداري كيقول لك الى داز خمسة عشر يوم كتسبح نافيدة وقالوا الى دابار عشتي سبعين فلمية من المستفيدين المفترضين يلا قد زاد مية الدرهم واقعيا عجاجة كبيرة على مية الدرهم دابا ما تدرش دابا خمسة يطرود يلا ما زود في الوقت عندك الحق عندك الحق بعدها علاش بقى من 2019 حتى الدابا دوك هدا اللي دفعنا لذلك اللي دفعنا لذلك ما كنش كل القرار والنية السياسية اللي ما بغوش يزيدو مبغوش يزيدو السلطات العمومية وما كان بغش كانقول السلطات العمومية حكو حكومة دولة السلطات العمومية في البلاد مابغد بشيء. درنا في جلال أعمال هادة النقطة هادية ديل الزيادة ومعها حاجة اخرى ديل الخمسة في المئaque وهنا من الفين وثمنتاش. افعال من الفين وخمسة ثمنتاشر عام. ما شارششو تشيد سنتيم. اه. قليلا ملعمة وليل عمى. هذا هو المنطق. لا. ما زال. بغينا نشوفه احنا. احنا صدق عليها تاني مجلس اداري. بحضور سيدة وزيرات المالية. اه. ولكن اه بدأوا شي وحدهم كي يتلعتمو. من الادارة ومن الوزارات المالية قاع. فطرحناها على رئيس الحكومة في هاد الجولة هادي. اه. وبالطبع من اللي بينا له. اه هاد الشي اللي قلت لك. بيانا طمانتاشر عام. قضاء معكم الاخرارات. ما قلش. لا ماشي يقضى معنا زماء. لان ما قدى معنا شوية نقصة في. اه. قال ايه. تنمنتاشر عام. هاد الفي انضلومة. غادي نعطيوها الدفع اللولة. طيب. وانا كيسمح لي الله يضع لك. تفضل. ماشي الخمسة في المياه اللي كتهمنا احنا يا. وشنو كيهمكم. اللي كيهمنا وهو واحد الشرط. موجحيف. ريجعي. تراجعي. اللي كان. في ثلاثين اس اس. واللي كيرمي بعشرات الالاف. كل سنة. الى الفقري والفاقع. وهو دخيل السرمدان. يلمست وفيتي شاي شرط ديل تالاف ومئتين وربعين يوم ديل انخيارات. شي يتيف يا. كتخرج صفر ديل هام ديل تقاعد. وخا كانوا عندك الاشتراكات. عندك الاشتراكات. الباطرون ديالك ما كانش كي يدكلاري بك. وغانجيو اللي ديكلاري سيوم بلا سويت. ولي كي ديالك سكون ابل انصالير مينوري. تكاتشد تلتالاف دلهم. ولا اربع علام. كي ديالك الف وتتمية هذا. اذا. هاتاني. هلاش الحكومة بن كيران كان عبو عليها. واحد النهار مع السي بن كيران. في الحوار نيت. وقلت له الدراكين واحد الشرط هاش كين ديالك تالاف ومتين واربعين. ماشي معقول. هاش قال لك. فدر داكلو الشو دياله. كان هز واحد يفيدو. او ضربو واشا عباد الله. فوقت يعني ايو. باقي هاد الشي الحي فو الظلم ونطل عباد الله. مجل عباد الله. مجل عباد الله. ولكن اش داب. مجل والو. على كل حال. دهبا وترك العمال دول عاملات ديالك القطاع الخاص. كيتلاحوا بصفر ديرهم تقاعد. داباس يا رمداني. اه. هودنا حيدنا ديك تالاف ومئتين واربعين يوم ديال كالشرط. وهودنا هالالف وثلتمية وعشرين. اه. والإنسان. يأخوذ الباركة. هاد الشي اللي يدار مزيان عنا كون. حالو لما مزيانش كل واحد كيفاش غد يحكم عليه. اه. في التفاوض والجولة الجديدة ديالكم عن الحكومة. ايه. مغاربارك عارف القضية مقصة حادية. اه. اه. القفة غلات. اه. البومباد ليسانس غلات. اه. كنش زيادة في الأجور. الحكومة رخفة شوية الصمتة ولا مزيارة الصمتة وكتقول لكم ما عنديش. اه. هادا سؤال واجه. اه. وما بقاش للوقت بزاف. اه. لحد الأدنى للأجر. ماشي كل شي كيش للحد نالي للأجر. كي الأجور لي فوق من لحد الأدنى للأجر. اه. وهنا باش نحافظوا على الهارام ديالالأجور. باك بيراميد دي صالير. ما ممكن شايموا الاسميق يطلعوا الاخر اللي فوقوا منه يبقى جامد. اه. فإذا طالبنا من الحكومة. اولا اللي طاقوا امبوايور كمو شغيل. باش لموظفين ادل لهم زيادة عامة جوجافية اللي كان قدروها بتمنيمائة درهم في الشهر صافي. تمنمائة درهم. اه. كي المشكل. في فتراتين ما. هذا الوظيفة العمومية. فيما يخص القطاع الخاص. طالبنا باش يكونوا مفاوضات قطاعية. وفي المقاولات من أجل الوصول إلى اتفاقية جماعية. لتحسين الأجور ونظام التعويضات. وفعلا من أفريل. بدأوا مجموعة ديال المقاولات. ومجموعة ديال القطاعات المهنية. في مفاوضات مع المنادف ديالهم. ومع المكاتب النقابية. ووصلوا إلى تعاقدات. إلى تعاقدات. مثلا واحد الشركة متعددة الجنسية. في الميناء آها. الضارب يضاب. لما يعرفها. بويتين ديالك. سيما السيجن. ولمكاتب المريض المتعوض النقابية. ومع طالب بعد هذه الآخوانو. يجعلون جزء الوظاف ومكتب النقابي. إلى تماماوا الآثوب بين حالية الإساوية. في الميناء. ضابة هذا البارح. عندنا الوظاف وقدموا توقعوا الضيار في الآجور. ومع طالب هذه المهمة. ومع المقاولات السكولير دي الربعة اللي في درهم. آه. هذي مهمة. نعطيك مثال خور في آسفي. ايه. ونحيي الأخوات والإخوان دي الاسفي وخاصة اللي كي يعملوا في الوحدات الانتاجية دي السردين. مهم. البراح اتفاقية جماعية مع واحد شركة كبيرة. من بعد المحفظات. ولكن عموما الحكومة واش بينات على حسنية. انها تقدر تجبد شوية من الشقارة. والاقجاع غادي يقرقب. اه. ذلك الشي اللي عنده. اه. ولا كي يقولوك مسمحوا لينا ما عندناش. شوف. وعافي. عاودنا اكد عليها. الصعيبة والمغاربة محتاجين. وغير على الاجراء. وعلى المقهورين للوضعية صعيبة. اه. اما كبار الملاكين وكبار البرجوازية. وعلى كل حال. هالي هما سيميلون المخارج. ومن خلال هذا البرنامج يالكم المحترم. كنقول لهم الازماء. غير على الاجراء. والطبقة العاملة المغربية. وعلى اسمي قار. وعلى شما كيدلوشي التقشوف. على هادوك الكبار. اللي كينهبوط طروات ديال البيلاد. واخدها البوطة يا الله. البوطة قز. شي كيشري بوطة بربعين درهموك. يقولو ليارا كندعموك. باش يطيير لوليدات والموكلة. وشي كيستعمل كلتمية احتر ربع مية ديال البوطة باش يطلع الماء. باش يسقي. المنكر هو هادا. ماش فوق المنكر. باش كي يزرعوشي حاجة اللي بغير بما كيشوفوهاش. وديريك تومو من الفيرمة. الاكسبور. ايضا هادا هادا. ماش نحيدو الدعم على البوطة عاو تاني وقع النبحة للغازوال. لا ما بغوش. لا. الدعم خصو يبقى الواحد اللي فيه آره معروفة. ولكن هادا واش مال معقول تلتمية بوطة هادا ويستفد من الدعم على حساب الفقارة كيقولو احق قرم دعم. لا. ايضا خصو الدولة تتحمل المسؤولية ديالها. واول شانتي وهو هادا باش هادوك اللي كي ينهبو. وكنا قولها. الخيرات ديال البلاد. والميزانية ديال الدولة. ودركة. وكيتمرصوا من الضرائب ويلا بغيتي كيلمحور ديال الضريبة. اه. بسرعة. واش الحكومة مستعدة انها تراجع. الضريبة اللي على الدروش بحالنا. اه. هاد نقطة من اولويات المطالب ديال الاتحاد المغربي للشور. اه. واش حال وحنا رافعينه. بالطبع الحكومتين السالفتين ما بغوش قايح يحلوها ديال. عاف الله عما سهلا فاسي مخارج. لا اخصو ما يتحاسبوا يقاو يتحاسبوا بانهم شجعوا الاوليغارشية في البلاد. والظلم والبوغرية مساكننا. اه. بس حال دي مش ماتي الاوليغارشية. واي 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 واي. ورش. ورش من رجلية. ومارك والبروليطاريا ياك. واما عرداد نقول لها الاخ نو جدري يقول لك شنا هي هذه. اه دي نقولها لي. صافي قلين الاوليغارشية قلين لك الرمضاني. شكراك يسمعني بابا. وكان قولوا الاوليغارشية. فالضريبة عني الاجور. اه. واتفادى باش نقول ضريبة عني الدخل. الاجور. الاجور. لان الضريبة ليار. هادي دخلوا فيها انفورتو من ذاك الاصلاح السيء بان كل شي. اه. تادو كلي لبس عليهم. كي يقول لك نخلص ليار. هو درجة علوم. اه. هاد ليار. للتذكير. الاجوراء هم الشريحة. الاجتماعية الوحيدة. اه. لكي اديوا. الضريبة دلهم بانتظام. وبدون تهرب جبائي. ولانها تقطع من المنبع. ايه. وبنسبة عالية تصل الى ثمانية وثلاثين في المئة. بينما فئات اخرى كبيرة تدير له سيستام ديكلاراتيف. كنقول لدخلتوه له. والور هو دخل الملايين. لما قلش الملايين في العام. اه. وكي خلصوه قلي من ثمانية وثلاثين في المئة. كين تجاوب. انا باقي كنسهول. واش كين شوية دي التجاوب. للمرونة من عند الحكومة. بسرعة السيء مخرج. نهار جمعنا مع الحكومة كنظني يوم التولاد. الاربعاء. الاربعاء. ايه. طرحنا هذه النقطة. اه. وشرحت لي يوم كتر. وعطيتهم دراسة. اللي كتبين الحيف الجبائي توجه الاجراء. فسيد الوزير الرئيس الحكومة كلف سلقجع. بصفته هي. وزير الميزانية. والسيدة ناد يفتح. وزيرة المالية. باش يستقبلوا وفد من الاتحاد المغربي للشغل. اشتنقشوا هذه النقطة. لا. اه. اه. اقدموا الخارق. تقاعد. غير يكون شيء اصلاح اللي فين خلصوا. عاو التاني احنا من عندنا. ولكن شيء بوادر على انه اصلاح. لا ضرر ولا ضرار. بسرعة الله يخليك. بسرعة. اه. هاد الاشكالية ديال صناديق تقاعد. عاو التاني طرحت عنا. هاد الحكومة. اه. السؤال الكبير. اين ذهبت مدخرات وانخراطات ديال المتقاعدين في الصناديق بربعة. لا سنسس. الصندوق المغربي للتقاعد. والنظام الجماعي اللي منح الواتي للتقاعد. واشتهادو بغا ويجيو. يطلعوا لينالاج لاروتريتس. السن ديالتقاعد الثلاثة وستين وخمسة وستين. وهو دوء المعاشات ديالتقاعد. ويزو وزيدو في الكوتيزاسيون تاني. اه. من عشرين لثمانية عشرين اثنين وثلاثين. قضية صعيبة. الاتحاد يقولوا لا. رفضين. لهذا المثلة الملعون. واشنو المثلة اللي باغينو انتوما. اولا. فين مشاو. هذا والسؤال جوهاري. فين مشاو المدخرات ديال الاجراء. اه. لا في القطاع العام ولا في القطاع الخاص. كنا كان اديو احنا لكوتيزاسيون ديالنا بالنفصل. فى نشاء. ومن استفاد. وبأي نسبة كانوا يكونوا ريميناري. هادي سؤالات. اسئلة جوهرية. احنا رفع زم التقاعود. كنكقولوا لا. مجر początku يكون اجباري اختياري. وضع ذلك. اهو لا بقى ذلك. وه安pose يطلعوا عباد الله بحل داروا هذه القدام. جاءوا وطلعوا لتلاتة وستين عام بطريقة بلطجية. واقلوا. اه. وتاية السميل ديموكا. اه. اذا اذكر. المهم الورش دي التقاعد مفتوح بينكم وبين الحكومة. احنا في الاتحاد مربي الشغل. كما قلنا. هل سي رئيس الحكومة والوزارة ديالو. ما عدناش انس يجي طابو. اكيد. حجتي بحجتك. اقنعني. ولكن احنا عدنا اليقين. بحال ده بيل اخدنا النظام الجماعي اللي من حلواتي التقاعد. اه. هادا عنده الملاير. غير كي تشتو. ومليون حين في وخلي دك جمل بيرك. ياك. يا ربي. خليه بيرك. خليه تاني. اوه لا اوه لا. انا انا بتم عندي مشكلة. اوه. 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 وكيعطي دي بانسيون لاميني. اوه. اوه. وتاني نجدون عباد الله نخليهم تال خمسة وستين وسبعة وستين عام. قضية صعيبة. هل جهد ما كيبقاش هالميلودي مخارق. اه. طيب. قبل ما نعطيك بعض الامور اللي على الشاشة باشتغلق عليها لانه سيسالي. اه. كي اللي غادي يقول النقابات ما بقت عندها شرعية ولا مشروعية ولا تمثيلية. اوه. النماذج كثيرة. دابا تنسيقيات ودابا اتلافات ودابا 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 ودابا. وفيسبوك خلاص دابا. اه. النقابة الكبيرة هي الفيسبوك. اه. والدليل نموذج التعليم. اه. دابا عندك الحق. كاين النقابات الخرين. را تبارك الله. الديمقراطية النقابية عندنا تشير. را عدنا في هذه البلاد السعيد. اه. اه. ستا وثلاثين منظمة نقابية. ولكن عكا تداعي. وهي اللي خسدات الحقل النقابي. كاين منظمات اصيلة. بحل الاتحاد المغربي ليش شغل. ليجدر. وكا يشكل واحد الجوجة من معركة التحرير الوطنية. وتدافع. بصالابة على الاجراء. وكاين. وكاين الخرين. وكاين نسعو ثمانه بعض الملفات. ان عطيتنا موذج التعاقد في التعليم مثلا. ما قدرتوا لانتوا ما ولا ذلك اللي كتسميه مع ذلك. لا ذلك التعاقد. كل يدارو. الحكومة اللي فاتت. اجبدت هاد الموصيبة ديال التعاقد. الله يودي. والدليل انه قبل ما يدروا في التعليم. كانوا جربوه في القطاع ديال تكوي المهاني وما تمشيش. ومن بعد عاودوا دارو. حتى وصلنا المية الف. والحكومة من اللي بدات. الميلف ما عارفاش كيفاش تدبرو. وهي مستمر رفيت هالحكومة. لا اللي فاتت. وهذه مستمر رفيت. ايه. ايه. انا عطيت كمثال بسيط. اه. ادخلوهم في الاروتريت. في النظام الجماعي ديال من حروات يبتقها. طبع الاخوان المتعاقدين ديالن يقولوا لا. بغاولا سيمان. حتى ان بدأت الحكومة. قلت يا عندهم الحق. اه. سيمان اللي سيدخلو لي هاد الناس هادو. واضح. اذن النقابات قد قد تنسيلي سيح. على كل حال. شوفوا ما على الشاشة ونبدأو. اه. بالبكالوريا لا تموت حملة تطالبوا بقبول الهاكالوريا القديمة في التسجيل بالجامعة. تعليق قصير سي الميلودي مخارق. اللي قال هادا لسيطاسيو عنده الحق. ان البكالوريا لا تموت. وخص يبقى تسجيل بالبكالوريا القديمة. على تفقين. اه. نشوفوا مقطع فيديو كندن او صورة او نعم او صورة. اه مقطع الفيديو. هذا ولدنا. اه. دون المنتخضين اقل من 17 سنة. بعد مشاركة ذلك في ززائر. في ززائر فهران. ايا. واحد الملعب. شبه ملعب. اه. كان بغي باسم الطبقة العاملة نحيي هاد الشباب هادو. وكان قول لهم بان خرجته مرتفعين الرأس. وبالمناسبة في هاد الوقت اللي كندوي مع كنايا. كين وفد نقابة الاتحاد المربيشول. في الززائر. في وهران. في المؤتمر العربي للنقابات. ومشاوا تفاديا للكرسي الفارغ. بتعليمات مني. الى جبدات القضية الوطنية. ولو بالاشارة. اه. حيط احنا فاعلين ومؤسسين في ذاك التنظيم. انساحبوا. انساحبوا معنا الحلفاء النقابيين. ولكن بالطبع. الاخوان دينا في النقابات الززائرية. احترموا الاراضة للاتحاد المغريبي للشغل. بل انتخبنا في الاجهزة المسيرة في الرئاسة وفي المكتب التنفيدي. وهذا شراف للطبقة العاملة المغربية والحركة النقابية. دوالي جيفرا خمشي حاجة اولا ربعا. بعد المرة شو هدين حنان وزافت. ما كيبقوا ويشيروا. لا لا لا. هذا الاصحاب الويمتي. على كل. هنختموه بصورة والتعليق للمنوذين المنعرق. اه. هذا اخي ورافيقي ومعلمي. السيد المحجوب بن صدق الله يرحمه. الله يرحمه. فاتن الله. رائد الطبقة العاملة المغربية وزعيم الحركة النقابية الدولية. فالله يرحمه. فهذا الشهر ستنبير. لانه توفى نهار 16 ستنبير من سنة الفين وعشرة. ودائما نحيي الدكرة دياله في الاتحاد. الله يرحمه وتسعلي ورحمه جميع النقابيين اللي توفى في هذه البلاد. ما زال غد ان شاء الله تديروا اتفاق مع الحكومة. ونعيطوا لك. ما رحبا. ما رحبا. تتازم معنا ما انك تجي. والله سيديح تنجي. غا تجي. من اللي نجي بالصحفي الفلوس. ها. والزيادة وما تكون عندهم اتفاقية جماعية. بحل الاخوان ديال ديالدوزام لك نبغي نحييهم. باقي الميكرو ساعد. اه الميكرو شاعد وما نقدروش نعيدو اتشي. دا الان اتفاقية جماعية مع الادارة نموذجية. ولكن نحن نطالب من خلال النقابة الوطنية ديالنا للصحافة ومهان النشر. باش تكون اتفاقية جماعية لكل اخوان ديالنا. لان شتي ظروف العمل قاسية. وكيستعملوا وسائل نتراوش بزاف موجودين في المغرب ما تنسوهم. اه. لا لا والو. لا والو. ياك. وعد منك. وعد بانا ان شاء الله نبقى وندافع اليوم. ان شاء الله. شكرا لك الميلو ديال مخالق الامين العام لالتحاد المغربي للشغل. شكرا الفريق التقني اللي اشرف على هذه الحلقة. مشكورا. شكرا المشاهدين. انت لقوا الاسبوع المقبل واخر دعوانا كمال عدال الله يخلي نفس بغضنا. والسلام عليكم. والسلام عليكم. اشتركوا في القناة